يلا ندخل على أخبار بعتتنا في السودان وبصراحة الأجواء رائعة هناك جدا خاصة وإن احنا بنتكلم عن منافسة أخوية زي ما قلنا قبل ما كنت نفسية الأخوة الأشقاء في السودان بتربطنا معاهم علاقات تاريخية وطيدة علاقات رائعة يمكن من بدء النهاردة يعني مدء من حفاوة الاستقبال كان على رأس طبعا المستقبلين سفرنا هناك سفرنا حسام عيسى في الخرطوم كان كمان متواجد نائب رئيس نادي المريخ السوداني بيستقبل بعثتنا فردا فردا النهاردة على الجانب الفني فالفريق خاض ميرانو الأول على ملعب الجوهر الزرقاء هو ده اللي هيكون فيه إن شاء الله المباراة هتلعب على هذا الملعب الجهاز الفني كان حريص على أنه يجري تقسيمة قوية بالكورة ما بين اللعيبة خلال التمرينة النهاردة شهدت التقسيمة اللي أقيمت الحقيقة بكامل مساحة الملعب حماس كبير جدا في دوافع متجددة لدى اللعيبة تركيز الجهاز الفني شديد على العديد من الجوانب طبعا الخططية والفنية وده أكيد كله اشتعدادا لمباراة المريخ السوداني المهمة والمرتقبة اللي بيسعى من خلالها النادي الأهلي أكيد أنه يقتنس ثلاث نقاط ثمينة ويواصل انتصاراته بعد الفوز الأخير على فيتاكلاب طبعا بثلاث أهداف نظيفة النهاردة كمان انضمن المهاجم الكنغولي والتر بواليا لبعثة الفريق للسودان وده بعد طبعا كنا بنقول مبارح أنه أنهم مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كاس الأمم الأفريقية ووصل للسودان والتر بواليا من المهاجمين المهمين جدا جدا في الأهل الحقيقة وأكيد تواجده مع منتخب الكنغو يكون له تأثير إيجابي عليه خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي كابتن هين